اهلا بكم في النشرة الاقتصادية بلغت كمية الأسهم المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون ومائتنا وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينارا بحرينيا دفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائة وست وعشرين صفقة وتدول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثمانية عشرة شركة ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق هذا واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى شركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وحلت في المركز الثاني شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة